اشتركوا في القناة الحلقة التي تحمل الرقم 855 من البرنامج نبدأها بنعي رحيل واحد من كبارات رجال الاهل الكبار الحاجة تيسير الهواري فضت روحه الطاهرة الى بارئها اليوم البقاء لله بشماندس البقاء لله نعزئ انفسنا بالمعنى الحرفي الحاجة تيسير كان اهلويا اصليا مش تايواني ولعله كان زعيم الاهلوية والداعم الاجبر في تاريخ النادي الاهلي الدعم الاجبر في تاريخ النادي الاهلي الحاجة تيسير اعلم انه كان يدعم الاهلي قبل ظروفه الشخصية احيانا والله على حساب ظروفه الشخصية الحاجة تيسير رحمة الله عليك كان رفيقا يسبقنا ويقودنا في حب الاهلي اعطانا النموذج الذي يضحي بلا مقابل الا السعادة التي يتلقاها من النادي الاهلي لم يخزل الاهلي ولا مسؤولوه في يوم من الايام في احلك الظروف اللي كانوا بيمر بها احيانا اي رجل اعمال في الدنيا احيانا ينتبه بعض الظروف يقولك لا استناني والنابي شوانا في اللحظة دي عمره مقال الاهلي عنده مقدم على اي حاجة وكان عشان يأمن الموضوع ده عمل مجموعة من الداعمين حوله كلهم لهم علاقة بيه وعمله الحاج جمال الجرحي عطف سلام الصديق العزيز وانا ما عرفش احصر لك دلوقتي واخشا انسى احد يزعل مني لكن كان ما بتكلمش غير حاجة تيسير من فضلك الموضوع الفلاني اذكر الكابتن صالح في يوم الايام كلمني عند التجديد لفليكس قال لي اتصل بالحاجة تيسير قال له الحاجة تيسير ما تحيرش نفسك ما ترحش مين وش مال ورح متكلمه وقال له انت وعد لي انهو الموضوع ده وانهينا التجديد لفليكس في مكتب الحاجة تيسير وكان فيه فليكس دمه خفيف ودعبات كده وقال له حاجة تيسير فقال له الدولارات او بلا سوايارة يقعد يعد فيه بشوال استرعاد لي قلت له ساتس فاي ما حتطل له كان كان الحاجة تيسير الحقيقة وحتى اذكر ليلة الانتخابات وكان هناك موقفا يعني يستدعي ان احنا نطبع حاجات في اللحظة الاخيرة والانتخابات الفجر خدني وفتح مكتبه بالليل قال لي ما كانت التصورية وانا صهران معك وسهرنا للفجر ليلة الانتخابات بالمعنى الحرفي نطبع كلام ونطبع حاجات والرد على الشعاعات ونعمل وكان الحاجة تيسير هو الحل عندما يعني تتأذب الأمور رحمة الله عليه حتى حياته الشخصية الرأي ده لم يتخلى عن طبيعته وتقوسه يعني كان ممارسا للرياضة حتى اللحظات الاخيرة وفاته المنية في أحد الفنادق الكبرى وهو اللي اعتاد يو يوض فيها بعد أن يخش الجيم ويطلع الحمام ويدالك ويطلع يعرفت كمان النهاردة يعني سقط وهو كان في در مصحف يعني قاعد في الجنينة طبعا ويع فجأة لا طبعا شوفه حاجة من اللي انت فعلا تتشرف انك فيهم اللي ام عرفتها تتعلم منه صادقا إلى أبعد حدود الصدق في عشقه وفي عطائه لم يطلب يوما مغنما لا شفنا عيد مجرس إدارة ولا شفنا متصدر لمشهد غير كمدعو من كبار المدعوين الذي يحترمه من نادي الآلي كان يتصدر طيب لحد حلقتين فاتوا كان في الفواصل دائم التواصل معنا ده اللي أنا بقولها للجمهور الحقيقة الحاجة تيسير الله يرحمه في كل حلقات البرنامج تقريبا متابعنا معلومة بمعلومة ما في حاجة تصار إلا في الفواصل اللي ليه بيتصد علشان يشكر علشان يمدع علشان يصحح علشان يأكد علشان يذكر علشان يفكر علشان يعدل يعني الحياة كان متابعنا لحظة بلحظة لأنه الرجل ده في حب النادي الآلي يا جماعة وفي عطاءه للآهلي وفي خلاصه للآهلي نموذج يدرس وأنا أعتقد الأهلي فقط حد مهم جدا في تاريخه هنفتقده مؤكده هفتقده مجتمع النادي الآهلي والرياضيين بشكل عام لما شوفوا نموذج محترم بيدي ما بيخدش معطاء ألف رحمة ونورة على روح الحاجة تيسير الهواري أحد حكماء النادي الآهلي وأحد كبار رموز النادي الآهلي وأحد المخلصين جدا في علاقتهم ومعطاءهم في الآهلي بنسبة الحكماء هو كان يعني يكاد يكون رئيس لجنة الحكماء بس مرة يتجمع ويجمع الناس الكبيرة وهما يعني كانوا حوالي تلاتين واحد ولا حاجة زي كده والكل يسمع وكلنا كنا نرضخ لما يتطفق عليه ألف رحمة ونور على روحه الطيبة الطاهرة غدا السلساء بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة انفيسة صلاة الجنازة وتشيع الجثمان الطيب ثم تلقي العزاء قاصر على المقابر فقط ألف رحمة ونور كل التعازي لأسرة الأهل كلها للصديق العزيز الأساس حزم الهواري للدكتورة صحر الهواري لكل آل الهواري ومن قبلهم بالتأكيد كل الأهلوية المخلصين في رحيل الحج تيسير الهواري بشماندس انت كنت تبدأ ترجم الهواري